قال وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب أنه تقرر تأجيل اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر المقرر يوم غد الاثنين الثالث من يناير الحالي لتعقد صباح اليوم بعد غد الثلاثاء الرابع من الشهر الجاري حيث أن يوم الثلاثاء في الأصل يوم راحة وضاف اليعقوب لوكالة الأنباء الكويتية اليوم أن ذلك التأجيل جاء نظرا لتوقعات الجهات المختصة باستمرار الأجواء المطرية المباركة على البلاد حتى يوم غد الاثنين واحتمال عدم تحسن الأحوال الجوية ونظرا للأثار الناجمة عن غزارة الأمطار ومنها ازدحام الحركة المرورية وصعوبة التنقل بسبب ارتفاع منسوب مياه المطر على فتايل أنه سيتم ترحيل اختبار مادة الكيمياء للصف الحادي عشر بالقسم العلمي وترحيل اختبار مادة اللغة الفرنسية للصف الحادي عشر بالقسم الأدبي إلى يوم الثلاثاء ويكون يوم الأربعاء كما هو في الجدول العلمي في مادة الجيلوجيا والأدبي في مادة التاريخ وأشار إلى أنه سيتم كذلك ترحيل اختبار الصف العاشر لمادة الأحياء إلى يوم الثلاثاء على أن تكون للاختبارات يوم الأربعاء كما هو موضح في الجدول وفيما يخص ترحيل اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة قال اليعقوب أن المعتمد عقد الامتحان لكل صفين في يوم وسيتم تأجيل الاختبارات المقررة ليوم الاثنين وترحيلها إلى اليوم الأخير وهو يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر يناير الجاري بحيث يكون في امتحانات جميع الصفوف من مرحلة المتوسطة الأربعة مع استغلال جميع الصفوف والصلاة المتاحة تحقيقا للاشتراطات الصحية